سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله المنفرد بالعزة والجبرود مدور الملك والملكوت رافع السماء بغير عمادين رازق العباد بغير حسابين والصلاة والسلام على النبي الذي أفضل البشر والذي شافع لنا يوم الحشر والذي ساكي لنا الكوسار في يوم المحشر وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أيها الحادرون أوسيكم عباد الله بتقوى الله وأهسكم على طاعة الله واستفطه بالذي هو خير أيها الخلان فإني لأدري لعلي لألقاكم بعد آم هذا في مواكف هذا وفي يومكم هذا وفي مسجيدكم هذا وفي جمعتكم هذا وفي جمعتكم هذا ولبد علينا أن نعمل عملا صالحا لآداء حكم الله سبحانه وتعالى ولإتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولرداء الله سبحانه وتعالى أيها الحادرون إن الله سبحانه وتعالى خلقنا لوجوه عبادة الله سبحانه وتعالى ولبد علينا أن نعمل عملا صالحا في كل حين وفي كل زمان وفي كل حياة انفرادين وفي كل حياة جماعتين وهذا أمر الله سبحانه وتعالى أيها الحادرون وإن الله تبارك وتعالى قال وما خلقت الجن والإنسى وما خلقت الجن والإنسى إلا ليعبدون إن الله خلقنا لوجوه عبادة الله ولمعرفات الله ولمعرفات رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الخلقنا لابد علينا أن نأخذ الحلال من الإسلام كلها ونبتعد الحرام من الإسلام كلها وهذا أمر الله وهذا سنة رسول الله وهذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلال بينون والحرام بينون وبين ذلك أمور مشتبهات كثير من الناس لا يعلمهن فمن اتقى الشبهات ومن اتقى الشبهات اتقى الحرام ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام قال رعي يرعى حول الحما ألا وإن لكل ملك الحما ألا وإنه الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغط إذا صلوهت صلوه الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ألا بذكر الله تطمئن القلوب قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَزَكَى رَسْمًا رَبِّهِ فَصَلَّهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ هَمْدًا كَسِيرًا وَصَبِّهُوهُ بُقْرَةً وَأَسِيلًا وَنَشْخَضُ اللَّهِ لَهِ اللَّهِ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَصَلَّمُ مُخَاتَبًا نحن نزلنا عليك القرآن تانزيلا إن الله وملائكة صلونا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلو عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وصلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد خصوصا منهم على سهر الصاحب النبوة أمير المؤمنين سيدنا ببكر صدق بن أبي قحافة وعلى الفارق بين الحق والباطل سيدنا بن أبد الخطاب وعلى آخة المصطفى صاحب الإقان أمير المؤمنين زن نوراين عثمان بن عفان وعلى عالم المسلمين صد الله الغاليب سيدنا بن أبي طالب رضي الله تعالى أنهم أجمعين وعلى الأزواج المطهرة لزن نبوة وعلى بداة الرسول سيدة النساء أهل الجنة فاتمة رضي الله تعالى عنهن وعلى والديها الشهيدين سيد شباب الجنة الحسن والهسين رضي الله تعالى عنهما وعلى عباس ابن عباس أصحاب الرسول كلهم وعلى تمام العشرة المبشرة والطابين من طبيهم أجمعين وعلى المشرفين بالإسلام إلى يوم الدين رضي الله تعالى عليهم أجمعين اللهم هد ائمة المسلمين إلى سنة الرسول والخلفاء الراشدين اللهم ألف بين قلوب المؤمنين واسل ذات بينهم اللهم اللهم اغفر ظنوبنا اللهم اللهم رحام جميع امتي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي جميع امتي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرجعان جميع امتي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجوّج عن جميع أمت محمد صلى الله عليه وسلم اللهم حصل مرادنا ومراد جميل مسلمين يا الله اللهم اغفر ظنوبنا واصطر عيوبنا ونبّر قلوبنا برحمتك يا أرحم الرحمين يا الله وجعلنا منهم وخسر من خزر دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله اذكر الله يذكركم ودوه يستجب لكم ولا ذكر الله تعالى أعلى وأعزم وأكبر سوو صفوفكم فإن التصبیت من تمام السالة اقامت حي الله صلى الله عليه وسلم قطر شجع قول دارا يا جابر اعراج دارا يا تكما کروه تحرین سنت نجامل تکوری